مع اي ظروف دي اقصد بيها ايه؟ مع اي ظروف انه جامهيل الوداد بكرة هتبقى اكبر واكتر مع اي ظروف اقصد بيها انه الملعب هو ملعب الوداد مع اي ظروف انه الاهلي ممكن بكرة يعاني غالبا من غياب محمد عبد المنعم وغياب عمر السلية وارد دي ظروف ممكن تبقى صعبة دي ظروف ممكن تبقى صعبة دي فعالة ده إنه النادي الأهلي طلب من السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب تكليف التواصل مع الجهات المعنى للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الوداد وده في الوقت اللي النادي الأهلي تسلم فيه 2500 تذكرة فقط من العشر تلاف المخصصة من قبل الكاف لجماهير النادي الأهلي حتى هذه اللحظة الأهلي لم يتسلم سوى 2500 تذكرة بالمناسبة وخلينا منطقيين وعمليين كان غالبا كان غالبا جماهير النادي الأهلي في هذه المواجهة مش هيزيده عن 5000 6000 على الأكثر وده رقم كبير ورقم جيد بالمناسبة بس ده معناه إنه التذاكرة اللي وصلت النادي الأهلي ده نص الجماهير المتوقع حضرها للمباراة فده ظلم للنادي الأهلي بصراحة الأهلي قبلة في النهاية بعد اعتراضات كثيرة إنه يلعب في المغرب ويلعب وسط جماهير الفريق الوداد رغم إنه هي المفروض تبقى مباراة في ملعب محايد وعدد الجماهير متساوي إيه بل النادي الأهلي بعزي الأمور كلها؟ قال أنا النادي الأهلي أنا مايفرقش معايا الظروف ومايفرقش معايا وجود جماهير في الملعب ولازم أتخطأ أي مشاكل ولازم أتخطأ أي سعوبات عشان إحنا كمان بصراحة شديدة يعني بنلعب في المغرب المغرب دايما دولة مضيافة دولة بتستقبل الفرق والجماهير المصرية والمنتخبات المصرية بكل ترحاب ما عندناش ألأ أبدا من اللعب في المغرب وده اللي فكر فيه النادي الأهلي لما تراجع عن الاعتراضات الكثيرة اللي اعتراضها بخصوص ملعب المباراة وحضور جماهير الوداد بعدد أكبر في هذه المواجهة بس ياخد حقه 2500 تذكرة أوليل أوليل كان على أقل؟ على أقل يعني ياخد العشر تلاف تذكرة واللي يروح يروح ياخد حقه العدل اللي أقره كاف بالمناسبة يعني